بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى من أسمائه الكريم بل هو سبحانه أكرم الأكرمين ويحب الكرم ويحب الكرماء والكرماء هم أسعد الناس لأنهم أهل العطاء وهم الذين ينالون العطاء من رب السماء سبحانه فعلى قدر إكرامهم لمن يستحق ولمن لا يستحق لأنهم كرماء يتعاملون بأخلاقهم لا بأخلاق الناس يعطي للكل لأنه يرجو من الله عز وجل الكريم سبحانه أن يكرمهم فالكرماء هم أسعد الناس وأتقى الناس كما قال عز وجل وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة كان ذلك أبو بكر الصديق في كرمه وتقواه فسنيسره لليسرى لماذا سيسر الله عليه لأنه قد أعطى واتقى الله عز وجل فأهل العطاء هم أهل العافية من البلاء الكرم يا أخواني ممكن يكون معه الفقير وممكن يكون مع الغني ممكن يكون مع الصغير وممكن يكون مع الكبير والأمير مع الكل ممكن تكرم الإنسان بمالك ممكن تكرم الإنسان بأخلاقك وكذلك ممكن تكرمه بحسن التعامل حتى احنا نقول أحيانا إذا كان الإنسان تعامله شيء نقول له شنو أكرمنا بسكوتك ليش؟ لأنه أذية هذه تعتبر من أشد الأذية أن الإنسان يزعد الشخص فإذا أكرمه بالسكوت يعتبر هذا من الكرم بحسن الخلق حتى أن الكلمة الطيبة تعتبر صدقة وهذا من الكرم أن الإنسان يكرمه بكلمة طيبة وكرم لا يختصر على إعطاء المال أو العزائم الكرم له معنى كبير ممكن الإنسان يكرم غيره حتى بالزيارة على قولتهم المسامح كريم أحيانا الإنسان ممكن يكرم إخوانه بالعفو والمسامحة لأن هذا دليل على كرم خلقه وحسن خلقه الإنسان يأخذه بكل صغيرة وكبيرة ويعاتبه ويحاسب عليه لكن من الكرم أن الإنسان يسامح ويطوف ويتغافل الكرم له آثار كبيرة على الفرد والمجتمع الفرد الكريم دائماً الله يحفظه سبحانه صناع المعروف لا تشك هي من الكرم صناع المعروف تقي مصارع السوء كما أخبرنا بذلك عليه الصلاة والسلام كذلك الكريم كانت تكلم عن فوائد الكرم على الفرد وعلى المستمع على الفرد قلنا يقيه الله عز وجل مصارع السوء ويحفظه ويعافيه وبإذن الله عز وجل يحميه من الضراء والبعساء كما قيل تعرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة أحياناً الإنسان يكون في حالة سراء والله باسط عليه النعمة فيكرم الناس ويساعدهم فالله عز وجل في وقت الضيق ووقت الضراء يسهل عليه سبحانه لأنه سبحانه سبحانه أكرم الأكرمين من يكرم الناس يكرمه الكريم سبحانه كما قيل عامل الناس كما تحب أن يعاملك الله تحب أن يعاملك الله عز وجل بلطفه وكرمه عامل الناس باللطف والكرم الكرم لفوائد كذلك على المجتمع المجتمع اللي يعيش في كرم وإكرام ومحبة يعيش في عزة ويعيش في نصرة وتمكين لهذا الصحابة رضاً عنهم كانوا من أكرم الناس فلهذا الله عز وجل نصرهم وعزهم وفتح بسببهم الفتوحات وأكرموا الناس بالكرم حتى أنه وصلت فيهم الحالة في أحد الأزمنة أن البعض كان يحاول يتصدق ويكرم ما يجد أحد يحتاج من كثرة الكرم والكرماء أسأل الله عز وجل سبحانه أن يكرمنا بكرمه وأن يجعلنا من الكرماء سبحانه ونكمل باجي موضوعنا بإذن الله تعالى مع فريق المسلم الصغير وتابعونا بعد الفاصل يهلا يهلا مرحبا حبائبي شاخراركم حبائبي عسدون بخير حبائبي اليوم موضوعنا جداً مهم عن صفة من أهم وأجمل صفات المسلم اللي هي صفة الكرم الكرم وهو فعل كل خير بطيب نفس سواء بذل المال أو بذل الطعام أو الكلمة الطيبة أي خير تبدله بطيب نفس هذا يعتبر من الكرم الكرم من صفات الله ما شاء الله عليك الكرم من صفات الله سبحانه فهو أكرم الأكرمين سبحانه الكريم اسم إسم الله تعالى وهم بعد يا سلام عليك أحسنت هم بعد الكريم من أسماء الله عز وجل فهو سبحانه الكريم ومن صفاته وأفعاله الكرم سبحانه فيكرم عباده سبحانه لا إله إلا هو إنزين بعد شو تعرفون عن الكرم يعني إذا حد طلبك لازم ما ترده وما تقصر إياه علو أي واحد يطلبك شيء ما ترده وما تقصر إياه أو إنك هم بعد يكون عندك روح المبادرة قبل أن يطلب منك تكون عارف أو حاس شو يبي فتعطيه وتكرمه قبل ما يطلب منك ماشاء الله عليك سؤال جميل هل لازم عشان إنسان يكون متحلي بالصفة هذه صفة الكرم وإنه يكون إنسان كريم هل لازم يكون غني ويتصدق ولا ممكن الفقير يكون كريم هي نعم الفقير ممكن يكون كريم ويمكن يكون هم بعد أعظم عند الله من من الغني شلون أحيانا الفقير مثلا عنده مبلغ بسيط تصدق بنصف المبلغ هذا نصف المبلغ خلق نقول مثلا أمية دينار وهو ما عنده لأميتين حلو فتصدق معناته بنصف مالة وأحيانا الغني يتصدق بألف وهو عنده ملايين فهذا يعتبر شوية فهني ممكن بالحالة هذه هذا الفقير اللي عليه مسؤوليات وحالة مادية موذك الزوت ممكن يكون أيضا عند الله عز وجل من شنو من الغني اللي تصدق مبلغ حتى لو كان أكبر منه المبلغ هذا أكبر مبلغ اللي تصدق فيه الفقير لكن الغني والفقير كلهم بإذن الله تعالى يكونوا مكرماء على حسب نيتهم وعلى حسب شنو الجود وعلى قولته مجود بالموجود الشي اللي متيسر عندك تعطيه ما تيسر حتى لو ما تيسر ممكن تكرم الناس بشنو تكرمهم بأخلاقك ممكن تصدق عليهم بالكلمة الطيبة النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلمة قال الكلمة الطيبة صدقة واحد ما عنده فلوس يعطيهم كلام طيب يكرمهم بهذا الكرم اللي هو شنو الكلمة الطيبة كما قال عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة صدقة نزين الكرم يا حبايبي من قلنا من شنو من صفات الرحمة سبحانه والكريم سبحانه إذا شاف عبده دايما يكرم الناس راح يخليه شنو من المكرمين الله عز وجل راح يكرمه و راح يعطيه ليش لأنه يعامل الناس شنو بالكرم فالله يعامله بالكرم حتى من أجمل الكلام اللي قرأته أنه يقولون عامل الناس كما تحب أن يعاملك الله تحب أن يعاملك الله بالكرم يكرمك أنت أكرم الناس و طبعاً ما تكرمهم مو تكون يعني مو من نفس شذي يعني بس علشان والله لا يزال علي لا لا لازم تكرمها من طيب نفس و انت حاب الصفة هذه صفة الكرم تحب تكرم يعني الكريم مو بس يعني يعطي بس لازم يحب الكرم والله عز وجل كريم يحب الكرماء سبحانه أنزين ممكن أكرم الناس بشنو و من اللي أكرمهم هل أكرم بس الفقارة ولا حتى الأغنية أنا أتوقع و مو أتوقع أتأكد من اليوم فيلمي أن أحياناً المغني يكون محتاج أكثر الفقير شلون الغني ممكن تعبان نفسياً ممكن متضايق يحتاج أحد يكرمه بزيارة بكلمة طيبة حلو و أحياناً يكون يبي يعرف فقارة فأنت لما تدليع الفقير أنت أكرمته فنينة هنا أنت أكرمت الفقير لما ساعدته و أكرمت الغني دليت على المحتاجين أنه في ناس شنو يطرون و محتاجين تسولون لكن لازم الكريم يكون ذكي بعد في كرمه يعطي الفقار و صج يكون فقير و صج محتاج أنزين أنتو يا حبايبي أنتو كلكم فيكم صفة كرم ولكن من هو لأجر أكبر اللي أجر أكبر اللي هو نيتة تكون لله لما يكرم و هم بعد يكرم الناس وهو الشيطاني وسوسي يكون يحاطي أنه يحوش و فقار و كذا و يكرم ما يهمه و يكون أهم شيء عنده ثقة بالله عز وجل أن الله سيكرمه لأن الجزاء من جنس العمل فأسأل الله يكرمني و إياكم برحمته و بكرمه آمين يا رب العالمين شكرا